سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة نعمة وبركة الرب يسوع النهاردة تكون معاكم وتكون معاكم في كل حين بصلي انه نوره ولمساته ورحماته المتجددة معاكم كل يوم تكون بركة كبيرة في حياتكم النهاردة حلقة النهاردة هتكون بعنوان مسائل عائلية في حلقة النهاردة هنعرض أو نستعرض مع بعض الأخبار الجديدة في قضية الشيخة لطيفة أو الأميرة لطيفة وهقدم لكم كمان عدة قضايا أخرى وقصص مشابهة ما بيتكلمش عنها الإعلام العربي ولا يهتم بيها الإعلام العربي بالمرة لأنه بيوضع عليها غطاء العبارة الخطيرة دي دي مسائل عائلية مسائل عائلية خاصة بالأسرة البيوت أسرار بس مسائل عائلية دي الغطاء اللي دايما بيتحط على القصص اللي هنتكلم فيها النهاردة وطبعا من أشهرهم قصة الأميرة لطيفة العيلة في المفهوم العام دايما بتوحلنا لما نقول كده أنا رايح بيت العيلة أو يعني على قد ما أفتكر كده من الثقافة بتاعتنا المصرية وقد ما بفكر النهاردة في بيتي وولادي لما كون رايحة بيت ابني وكلنا هنتلم أو لما أولادي كلهم يجوا عندي وأحفادي ويتلموا عند الأم والجدة ويبقوا حاسين بالأمان فأما تقول كده أنا رايح بيت العيلة أو أنا هبقى في وسط العيلة فالموضوع ده في المفهوم العام يوحيلك كده بالترابط والقرب من بعض الحماية الدفء المكان اللي تروحه لما تكون عايز ترتاح اللمة الزكريات الحلوة المسندة من أفراد الأسرة دي الصغير يتعلق بالكبير والكبير يحضن الصغير والضعيف يتسند على الأقوى منه والمريض يروح عشان يتطبب وكل محتاج حسب احتياجه بيكون في داخل هذه الدائرة هو ده المفهوم الحقيقي وده المفهوم الحقيقي اللي المفروض يكون في يعني كل بيوتنا لكن مش ده الواقع لأنه المفهوم الثقافي العام اللي بنتكلم عنه عن الأسرة وإنك يكون الوجهة بتاعتها هي إن إحنا لما وإن إحنا حماية وإن إحنا سند وكلام ده كلام ده على فكرة ما هواش واقعيا موجود في الثقافات العربية لأنه أو قليل إنه يكون موجود في الثقافات العربية إلا الأسر اللي فيها اللي تعودوا على احترام بعضهم البعض اللي فيها مساواة اللي فيها عدل اللي فيها حرية اللي فيها تحضر اللي فيها ثقافة لكن المجتمعات اللي بتحكمها الثقافة العربية دايما يكون فيها المركز بتاعة الدايرة دي هو الأنانية بتاعة الشخص اللي بيرتكز عليه يعني لمة الأسرة دي رب الأسرة الكبير الراجل الولي القيم الحاكم إنه اللي بيسيطر على كل حاجة سميها بقى أسمي كثير جدا دائما ما حتجد إن هناك مركز قبل ما أكمل شرح الحتة دي أنا عايز أقول حاجة إنه الأسرة المسيحية الحقيقية بيكون مركزها المسيح فدايما حنتلم مع بعض علشان يكون مركز راحتنا المسيح فلما يجو ولادي عندي في بيتي وأحفادي وكده معظم كلامنا عن المسيح يا ترى انت حياتك الروحية عاملة إيه مع الرب يا ترى المشكلة دي نصلي معاك فيها إزاي يا ترى الأمر الصعب اللي انت بتعاني منه دلوقتي ده مصدره إيه الخطيئة دي في حياتك مصدرها إيه نصلي معاك نحط إدينا في إديك ونعدادك في صورة مهمة في الكتاب المقدس قبل ما أدخل في تفاصيل كتيرة في الموضوع ده وهي صورة الإبن الضال وإحنا دايما بنتكلم في موضوع الإبن الضال الإبن اللي راح للأب وقال له ديني ميراثي وأخذ الميراث ومشي وكان ابن عاق لكن الأب اداله الميراثة والأب مقسش منه والأب سابه يمشي والأب وقف ينتظره والأب كان عنده ثقة إنه المحبة هترجعه فلو كان الشبه في هذا الموضوع طبعاً الإبن الضال الأب اللي بيدعو الإبن وبينتظره وبيعطيه كل شيء ده هو بيمثل صورة الله والإبن الضال هو أنا وإنت الإنسان الخاطئ اللي بيبعد عن ربنا لكن الله دايماً بيدينا مثل في تعاملاته معانا إزاي نتعامل مع بعض فإذا كان مركز الأسرة هو هذا الإله القاب الحنون اللي بيقومك واللي بيعضدك لكن اللي لا يجبرك على إنك تغير حاجة غزباً عنك اللي بيبقى عايزك تتغير تبقى شبه بقردتك لأن المحبة تغير لكن القمع لا يغير القمع ينتج خوف رهبة رعب نفور كل ده لا يتحقق في مفهوم الأسرة خليني أكمل في فكرة الفكرة العامة اللي احنا بنفهمها عن الأسرة الدفء واللمة والمساندة والكلام ده كله إلى إنه يعني نيجي لحتة إنه مفهوم رعاية الأسرة وحماية بعضنا البعض في العيلة الوحدة ده مريح جداً ومفهوم مريح بيشجعك يريحك يحسس إنك مسنود لكن لما نتكلم عنه النهاردة اللي حنتكلم عنه النهاردة واللي بنشوفه بيتكرر قدامنا كتير يخص الحديث عن المرأة أين كانت مكانتها في وسط الأسرة العربية إذا كانت بنت أمير أو بنت غفير لها شكل تاني مفهوم الأسرة بالنسبة للمرأة له شكل تاني هي درجة تانية بكل الأحوال إذا كانت بنت أمير أو إذا كانت وزيرة أو إذا كانت حتطلع الفضاء أو أين كانت هي درجة تانية لأن القيم يقرر هذا ولأن اللي فوق القيم اللي هو بقى إله الإسلام قرر أن ده دورها وده مكانها وده اللي بيعيشوا بتعيشوا الأسر العربية بشكل كبير لما يكون أنه المرأة في وسط الأسرة تخالف المطلوب منها أو المألوف من وجهة نظر الولي عليها على فكرة المألوف اللي بتخالفه المرأة في المجتمعات دي لا يعتمد على النظام العام المألوف للعالم كله أو الأمور الطبيعية يعني ممكن فيه ولي يقول أنا أنت سيبي المدرسة وأجوزك لو هي هربت علشان تكمل المدرسة تبقى هتتقتل برضو لو هي مثلا متجوزة وقررت أنها تتطلق لأنه جوزها بيعنفها لأنه بيأزيها لأنها ما بتحبوش لأنها تجوزت غزبا عنها هتبقى من وجهة نظر الولي برضو خلفة المألوف وتقمع وتضطهد وتبقى يعني وضعها هيختلف جوه شكل العيلة هيبقى إيه اتكلمنا كتير عن ستات مثلا بتطلق وترجع بيت أبوها وتعيش عيشة سودة يعني بيحكوا حكاوي إنه بتعامل معاملة كشغالة في البيت واحدة عاملة في البيت ما هيش فردة من الأسرة إنها قررت إنها تخالف المألوف عندنا ده في مجتمعاتنا فلما المرأة تخالف المألوف من وجهة نظر الولي القائم عليها أيا كان وده لا يعني إن اللي عملته غلط هتلاقي إن العبارة بقى دي تتكرر كتير لما حد يسأل ليه عم أنت بتعامل بنتك دي كده يقوله دي مسائل عائلية إحنا ده في وسط العائلة فأصبحت جملة مسائل عائلية دي أو دي مسألة عائلية أصبحت زي باب سجن تورا كده ولا باب سجن العقرب مثلا في مصر يعني أنا لا أتخيل منظره إيه ده اللي داخل مفقود والخارج مولود يعني إحنا عارفين كده بقت الجملة دي تبقى عاملة كده زي باب السجن ده تتقفل في وشك كده أو لما تسأل تتقفل في وشك عشان ما يكون لكش صوت تساعد اللي جوه لو حاولت تسأل أو تساعد لكن وراء باب السجن ده بيغفي خلفه الست دي وقصتها دي وألمها ده وكثير من الأحيان تختفي هذه المرأة والقصص دي كلها وراء باب دي مسائل عائلية إلى الأبد ونسمعش عنها تاني النهاردة هنسمع قصص مختلفة وكان يعني غطاها هو هذا الشعار الخطير جدا اللي هو دي مسائل عائلية وانتو بتسمعوا فكروا في الأمر بدون فصل أنفسكم عنه لأن انتم ليكم دور في تغيير هذا المفهوم الشرير الخاطئ يا جماعة كتير على البرنامج ده أنا بقول لكم أنه في عبارات وأفكار اتعودنا نعملها بلا تفكير وبنفتكر أنه من صور حماية الأسرة أن احنا مننشورس غسلنا اللي مش نضيف وأنه البيوت أسرار لكن هناك يعني تحت عبارات أو فكرة السرية دي في ناس كتير بتموت بتنتهي بالحياة بيبقوا عايشين أموات لأنه ما فيش حد بيتكلم عشان يساعدهم ففكر في المفاهيم اللي تربت عليها وشوف إذا كان هذا المفهوم يوافق قلب الله ولا لأ ليكم دور في تغيير المفهوم الشرير الخاطئ ده عارفين يعني كنت بفكر وأنا بحضر البرنامج أولا أنا عايزة أقف وقول أنا سميت الحلقة ليه مسائل عائلية لأنهما في يعني في البرامج اللي طلعت في التلات أربعة تيام اللي فاتوا دول بتتكلم عن قصة لطيفة والأحداث الجديدة اللي حصلت في قصة لطيفة كانوا مستضفين واحدة سيدة مسلمة بتتكلم في حقوق الإسلام والإنسان ودي شغلتها فبتقول كده إنه بيسألوها طب هو ليه الشيخ ده عنده أو الحاكم دبي عنده زوجات كتير يعني مفهوم إنه الراجل ممكن يتجوز أكتر من ست فقالوا لها طيب إزاي المجتمع الإماراتي عارف قصة الأميرة لطيفة والأميرة شمسة وأيضا يقال إنه بعض الزوجات أو إحدى الزوجات اللي تجوزها قتلت أيضا يعني وعارف اللي بيحصل جوه بيت الحاكم ولا يعترض وخصوصا كمان بعد اللي حصل مع الأميرة هيا فقالت لإنها مسائل عائلية فحسيت بكم شر خبطني بصراحة وأنا بسمع الكلام ده المسألة ليست عائلية لكنها مسألة شريرة جدا وهي غطاء شرير يخبي وراه جرح كثيرين وتغى كثيرين يجب أنهم يقفوا ويعاقبوا ويحسبوا وإنت وإنتي عليك دون دور فكرت إنه في الشرق عندنا لما نعمل برامج فيه في الغرب برنامج كوميدي زي مسلسل كده اسمه مسائل عائلية اسمه family affairs فبيعرضوا الحقيقة في كل المشاكل الأسر الغربية بشكل واضح ومفتوح جدا وطبعا عاملينه كوميديا لكن بتشوف إنه ما عندهمش أي مشاكل في إنه هما يعرضوا المشاكل دي بشكل مفتوح وواضح وبيتعاملوا معاها إزاي لكن إحنا عندنا في الغرب دايما نروح مغطيين على الحاجات دي بعبارات رنانة كده حتى وإحنا بنعمل تمثيلية ولا مسلسل تلاقينا بنروح مغطيين على الأخطاء الاجتماعية بفكرة الشرف والعار يعني شرف العيلة والأفكار الأديمة دي فكرة العار والعيب وشرف العيلة دائما ما تحمل كلها على المرأة قبل بس يعني ما أحكي لكم أي حكاية من الحاجات دي على فكرة الأميرة لطيفة ما عامتش حاجة غلط أبدا يعني مفيش حد مثلا بيتكلم إنها على العلاقة بشخص مثلا الصحبة الوحيدة اللي ليها إيه واحدة ست هي بس عايز تخرج من مكانها لإنها مقهورة ففكرة شرف العيلة دي بقى إيه الولي يروح مزباطها لكن لو الولد عايز يخرج بقى يعني أحد أبناء مثلا الأمراء لما يخرجوا من بلادهم سواء كانت السعودية ولا الكويت ولا الإمارات ولا أي دولة من دول الخليج ويعيشوا حياتهم بالطول والعرض وتبقى صورهم مالية الإنترنت مع ستات وفحفلات ورأس وشرب وكل حاجة ليه دول ما بيبعثوا لهمش كوماندوز ياخدوهم ويرجعوهم ويحبسوهم ما بيحصلش إلا إذا كلمت في السياسة مش كده لأن المركز هو الولدة سواء كان أبو العيلة الحاكم اللي تعلمته من إلهك القانون الذكوري اللي تعلمته من الإسلام خليني أدخل بقى في قصة الأميرة لطيفة بيقولوا عليها الشيخة لطيفة لكن وقعيا هي أميرة للي ما تابعش معانا قبل كده قصة الأميرة لطيفة خليني أحكي لكم سريعا قصتها والتطورات الجديدة اللي حصلت النهاردة الأميرة لطيفة اسمها لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم أميرة إماراتية أبوها بقى هو الشيخ محمد حاكم دبي الشيخ محمد أغنى الحكام العرب النهاردة معروف في العالم العربي بمساعداته وأعماله الخيرية إذا كان في العالم العربي أو في الغرب أيضا معروف بحلفاءه في الشرق الأوسط ومحاولاته لأنه يظهر كشخص متحضر ومعطي وجذاب جدا ويقف مع الناس في الدول المصر غيرها في أوقات الزنقى والثورات والكلام ده كل ليه شكل الراجل اللي بيساعد الكل هو حاكم دبي دبي بقى بلد الجمال والانفتاح والثراء والتطور يعني دبي دي صورة لامعة زاهية تبهر العيون علشان تفتكر إنها بلد التحضر والحرية وهو يقولك أنا عايز دبي دي تبقى نمبر ون أنا مش عارفة ده قريب الممثل ده محمد رمضان ولا حاجة يقولك أنا عايز دبي تبقى نمبر ون البلد الجميلة دي هي مسقط رأس الأميرة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم البلد مسقط رأسها وأيضا سجنها النهاردة ومن يومة ولدت لحد النهاردة في سنة 2018 طلع فيديو للأميرة لطيفة بيحكي لنا إنه لو شفتوا الفيديو ده إذن أنا في خطر اللي حصل إنه لطيفة قررت إنها تهرب هربت مرتين مرة وهي عندها 16 سنة ورجعوها ومرة تانية وهي معرفش كان عندها كم سنة يعني فوق العشرين وهي في 2018 أنا أسفة مش سمع الفيديو اللي عملته الأميرة لطيفة حكى لنا قصة حياتها قالت إنها كان ليها أخت والأخت دي حولت إنها تهرب لإنها كانت مقموعة جدا وبتعامل بشكل سيء جدا فلما هربت رجعوها وسجنوها خطفوها من إنجلترا وسجنوها وعزبوها ويعني ابتدوا يدوها أدوية لدرجة إنها بقت مخدرة دائما فقدت رغبتها في الحياة وفصلوهم عن بعض بالكامل كان كلها دفعة إنها تنقذ أختها فقالت أنا حهرب أنا مقدرش سعيدها من هنا فأنا حهرب مرة تانية وأحاول إن أنا أساعد أختي وأتحرر من القيود دي هي نفسها قعدت ثلاث سنين ونص في سجن صحيح السجن ده ممكن يكون بيت فيلا أي حاجة لإنه طبعا لازم يحبسوهم في يعني الأماكن اللي هما بيملكوها البيوت اللي هما بيملكوها أو إذا كان فيلا ولا أسر ما تفرقش لإنها محبوسة في قوضة ويعني ما عندهاش أقل احتياجاتها للحياة اليومية بعد هروب لطيفة التاني الحقيقة إنها تعرفت على تينا اللي هي كانت صديقتها دي وتينا ساعدتها إنها تهرب هربوا عن طريق يخت وهم في الطريق الظاهر إنه لطيفة عملت تاكست رسالة بالتليفون تقول لأختها الوحدة من أخوتها إنها مش هترجع تاني وكانوا في يعني مياه دولية في البحر وقريب من الهند وفجأة دخلت القوات الكاماندوز الهندية القرب بتاعهم وأخدوا لطيفة وضربوا الناس يعني أبضوا على البعض ودشدشوا البعض وكان يعني فيه حتى فيلم مصور للموضوع ده كله القوات الهندية دي هجمت اليخت عشان تقبض على لطيفة أو بالمعنى الصحيح يعني ده ما كانش أبض عليها لأنها ما عملتش جريمة ولكن كان اختطاف هي وصديقتها وقائد الكابتن بتاع اليخت لطيفة طلبت من القوات الهندية وده حقها السياسي القانوني إنهم يعملوا لها لجوء سياسي لكن لم يستمع لها حد خدوها من الآرب لأنها تقف قدام بتقول أنا وقفت قدام ثلاث أربع لواءات قعدت أقولهم من فضلكم عملولي لجوء سياسي رفضوا وبعدين خدروها وأخدوها ولم نسمع عن لطيفة منذ ذلك الوقت وظهور الفيديو الأولاني ده إلى من يعني ثلاث أربع تيام تينا صديقتها وواحد اسمه ديفيد هيجي هو المحامي اللطيفة وغيرها من الأميرات والبنات اللي عايزين يخرجوا من الإمارات اللي جاء أقولوا هم الصوت اللي خرجت لنا من خلال قصتها وقدموا القضية للأمم المتحدة وبعد تسع شهور من الصمت من جهة الإمارات ظهرت لنا صورة للأميرة لطيفة مع المفوضة السابقة للأمم المتحدة ميري رابنسون هتشوفوها في الصورة مع لطيفة بعد دي علشان يقولوا إنها لطيفة بخير وإنها حياة لكن الغريب إن بعد ظهور الصورة دي ميري رابنسون علقت عليها وقالت إيه إنه يجب الانتباه إن الشابة دي تعاني من مرض نفسي وإنه الأمر ده أمر جاد جدا ولكن هي دلوقتي فيه رعاية أسرتها المحبة ودي الآن مسألة عائلية مفهوم حتة مسألة عائلية دي اللي هي خرجت بيه من الموضوع هي أخدته لإنه ادحك عليها وبعد كده هتقول أنا ادحك عليها وروني أوراق من دكاترا بتقول إنها بايبولر عندها مرض عصبي ونفسي وإنها محتاجة تكون في وسط أسرتها علشان ما تتبهدلش يعني هرجع لكم لقصة ميري رابنسون بعد شوي بعد سنة تقريبا وصلت لتينا وده بقى الخبر الجديد وصلت لتينا رسالة من الأميرة لطيفة ما صدقتش نفسها لكن كانت متأكدة إن الرسالة دي حقيقي من لطيفة قدروا بشكل ما عن طريق شخصية ما إنه هما يوصلوا لها تليفون ووصلها التليفون وبسرية تم يعني ابتدت لطيفة تسجل مقاطع من الفيديوهات تقول فيها إنه يعني أنا محبوسة وأنا مزجونة خليني نسمع الفيديو ويعني هو الفيديو بالانجليزي لكن أنا حاول إن أنا أترجم لكم بقدر الإمكان تفضل بتقول إنها في الحمام لكن إنه دي القوضة الوحيدة اللي عليها إفل لكن أي قوضة تانية في البيت ملهاش إفل اللي بيبان بتقول لنا رهينة الفيديو دي كل ببابها وشبابكها مقفلة وأنا في سجن وأنا لا أستطيع أن أذهب لكي أخرج أنا لا أعرف أين سأخرج وماذا سأخرج وماذا سأخرج كل يوم أنا أترجم بأذر في إيه لما أخرج لا أعرف أكثر ألا أعرف إذا سأخرج أو إذا خرق الوحيد تحرقني أنني سأخرج في حياتي وأنا لا أرى هذا مرة أخرج والوحيد تحرق إنها لا تشاهد في الشمس مرة أخرى أنا فقط أشعر من كل شيء إنها مثل صرق أنا لا أريد أن أكون مرة أخرج في هذا المنزل أنا فقط أريد أن أخرج أنا لا أعرف ما يحاولون أن أفعل معي أنا لا أعرف لذلك السيطورة يبدو أكثر كل يوم وأنا أنا فقط أشعر من هذا الآن ده آخر كلامها الحقيقة وأنا يعني سكتل إنه ده كان آخر اللي وصل منها دول عدة فيديوهات مع بعض وآخر حاجة وصلت كانت مليانة باليأس أنا مش عارفة عامل إيه ما عرفش أقدر استحمل ده قد إيه الكلام ده وصل آخر حاجة وصلت منها كانت في أواخر 2019 وضعها اللي بتحكي عنه كانت بتقول أولا كانت بتدي يعني تعليقات تقول النهاردة يوم كذا كذا الأحداث العالمية الموجودة في الوقت ده هو الحدث الفلاني علشان توري الناس إنه دي فيديوهات معصرة للوقت البنت في منتهى الزكاء بتحاول بقدر إمكانها إنها تجد مخرج والشخصيات اللي بالشكل ده عايز أفكركم إنها حاولت تخرج مش عشان نفسها بس ولكن علشان أختها وعلشان تحاول تعطي يعني فرصة نجاء لأخريات فالشخصيات اللي بالشكل ده عندها إرادة ولكن سنين طويلة إحنا بنتكلم من ويه عندها 16 سنة إلى الآن من 2000 و مش فاهمة مش فاكرة خمسة أو ستة حاجة زي كده إلى الآن وهي من سجن لسجن لصراع لصراع الظروف اللي هي عايشة فيها هي عايشة في فيلا على البحر غالباً أو قريبة من البحر ولكنها لا تستطيع إنها تفتح شباك عشان تخرج راسها منه تشمها هو بتقول في حد في واحدة من الرسائل اللي بعثتها التينا بتقول إنه الواحد ما بيعرفش قيمة الهوى النقي إلا لما يتحرم إنه يشم من اسمة هوا نقي إلى هذا الحد بيقولوا إن تينا حتى ما عندهاش فرشة سنان البلوزة اللي هي لابساها في الفيديو ده يمكن هتلاقوا بلوزة وجاكت بتغير فيهم هي نفس البلوزة اللي كانت لابساها لما أخدوها من المركب بتقول في الفيديو أنا لما بمرض ما عنديش حد بيجي يطببني أي نوع من المحبة والرعاية الأسرية في هذه المسألة العائلية إحنا بنتكلم عنه شابة زكية وجميلة ومن حقها إنها تعيش يعني في وسط القصة ابتدينا نسمع إنه قد إيه العيلة دي بتحاول إنها تصلح شكلها العام ولكن تخفي لطيفة بالكامل ميري رابنسون لما راحت تزور لطيفة راحت بناء على دعوة من الأميرة هايا اللي بنسمع بعد كده إنها ادحك عليها يعني ما كانتش تعرف كل الحقيقة لطيفة بتقول إن الأميرة هايا راحت لها وقت لها أنا لقيتك فأخيرا لقيتك تعالي خروجي معايا النهاردة وتعالي بيتي وإو قدرتي إنك تتعاملي مع الناس بشكل طبيعي إحنا هيفرجوا عنك بعدها فراحت وكانت ميري رابنسون موجودة علشان بس ياخدوا الصورة دي وتعشت معاها أو تغدت معاها وقضت وقت كويس لكن بتقول الأميرة هيرجعتها تاني السجن ده على أمل إنه هما هيخرجوها بعد كده لكن هي ما كانتش متأكدة إن ده هيحصل وكان شيء صعب جدا بالنسبة لها بعد شوية بسيطة بنكتشف إنه الأميرة هيا نفسها كانت من ضحايا هذه الأسرة وهذه العائلة اللي بنعتقد إنه المسائل العائلية بتاعتها بتحل في الداخل أنا بسأل اللي عمله والد أو الأب للشيخة لطيفة هل ده يمثل قلب الأب في الأسرة يعني بأي شكل أنت تقدر تقول إن اللي عملته ده فانصحب بنتك الشيخ محمد بيقول إنه هو إلى الآن بيعتبر إنه موضوع اللطيفة كان عملية إنقاذ وليس اختطاف أنا مش عارفة هو كان بينقذها من إيه ولا حد في العالم عارف هو كان بينقذها من إيه ولكن هي فعلا جريمة دولية مش جريمة يعني مش جريمة بس اتعملت في بلده ده الجريمة ارتكبت في مياه دولية وإنه حسب القوانين العالمية إنه احتجاز أي شخص يعني على غير إرادته ده دي جريمة يعاقب عليها قانون العالم قوانين العالم كله من أين لكم هذا القلب وإيه العيلة اللي انتو بتحاولوا تحموها وإيه الشرف والعار اللي انتو خايفين منه أن تكون امرأة حرة بتختار إنها أنا مش عارف عيش معاكم بس الطبيعي إنه لو جات بنتي وقاتلي ماما أنا بصراحة يعني خلاص أنا لازم أروح عايش لوحدي لإن أنا عايز أدرس الحاجة الفلانية أعيش بالطريقة الفلانية أحرمها من كل الأدوات لحياة صالحة ولا أعطيها أدوات تساعدها على اختيار الطريق الصحيح مش أحبسها في سجن من غير حتى فرشة سنان دي مش مشاكل عائلية ولا مسائل عائلية دي جرائم عائلية ويجب علينا أن نتكلم أنا مندهشة جدا لإن الإعلام العربي لم يتكلم في موضوع الأميرة الأميرة لطيفة كلمت كتير في موضوع الأميرة هيا بس برضو مش الإعلام العربي العام بسيط قوي ليه لو كنا بنتكلم على حاكم دبي في أي مجال آخر بتتكلمه على إنجازاته يعني في وقت خطفة لطيفة طلع عمل مؤتمر من أجل تحرير المرأة ومن أجل مش مركز المرأة وحضرته ستات بنت ترامب وغير وغير مناظر بس مناظر أين حق الإبنة دي حاكم دبي عنده بيقول لك كده الناس ما تيجي تقول عدد أولاده يقول إيه عنده بين 26 و 30 طفل أو ابن وابنة يعني ما حدش عارف يعد 6 زوجات و حاجة و 20 أو 30 منهم 3 لطيفة ما هو عارف يعني بيسمي غالبا الستات هي اللي بتسمي أو زي ما قالت لطيفة في الفيديو بتاعها الأولاني إنه بيسموا 3-4 من الأسامي علشان لو واحدة راحت التانية تستبدلها يعني تبقى في الوجه وده اللي حصل فعلا صورتها الحقيقية اللي انتو شفتوها دي مش هي صورة الأميرة لطيفة اللي بيحطوها لما يجوا يتكلموا عن إنه الأميرة لطيفة وبخير بيحطوا صورة أختها مش صورة اهي علينا أن نقف ونفكر دي بقت مسألة إنسانية يجب إن احنا نتكلم عايزة أقول لكم إنه الأميرة لطيفة مش لوحدها خلينا نتكلم عن الأميرة هايا الأميرة هايا هي الزوجة السابقة دلوقتي لأمير دبي لكن هي بنت الملك حسين بنت ملك وأخت ملك وأميرة أردنية معروفة من عيلة كبيرة ومن عيلة معروفة ومن عيلة محبوبة مثقفة متعلمة يعني حتى بعيدا عن أسرتها هي كشخصية يعني تستقيم لوحدها كده عندها إنجازاتها الخاصة لكن واضح إنه موضوع الشيخة لطيفة أو الأميرة لطيفة عمل مشكلة بينها وبين جزها إلى جانب أشياء أخرى ما نعرفهاش أشياء أخرى كثيرة القضية عائلية أو إنسانية وهذا الشيء يعني يمكن كلنا كبشر يعني بد هذه تصرف لكن ربط الموضوع وهذا السؤال موجهة لحضرتك يعني ربطه في قضيتها في موضوع المرأة المسلمة يعني ما أوجه ربط بين هذه القضية وديه الربط بسيط يا أخي آدم إنه المرأة المسلمة يسيطر على حياتها الرجل القيم عليها الولي ثقافيا وإسلاميا فبقت ثقافتنا العربية كلها نبعة من ده إن الراجل هو اللي يقول والست ليس لها إرادة وإن الست إذا خرجت هتطلع تعمل حاجة غلط ده المفهوم العام عند العرب لكن الراجل يخرج يعمل اللي هو عايزه في الغرب لا الغرب الراجل والست زيهم زي بعض صح؟ حاليا هم زي بعض بس لو رجعنا يعني أقل من مئة سنة ورا أو حتى في بعض المجتمعات صحيح لا صحيح أنا معاك في ده لكن على الأقل هم حاليا إحنا لسه من 14 قر لسه ورا صحيح ولا لا صحيح بس مش بسبب الدين يعني أنا المجتمعات اللي أنا بشوفها مثلا المجتمعات العربية زي ما تفضلت هي مجتمعات يعني ثقافتها عربية أي ثقافتها مش دينية يعني حتى في المجتمعات المسيحية الشرقية نجد بعض التصرفات يعني نابع من الثقافة وليس من الدين صحيح لا يخالف صحيح المفاهيم الإنسانية صحيح لكن عندنا في الثقافة أو الحياة المسيحية عندنا ما يقوم ده فدايما نرجع نقول إحنا لازم نعيش حسب قلب الرب وليس حسب العالم حتى الكتاب المقدس بيعلمنا كده إنه إحنا لا نحب العالم ولا الأشياء التي في العالم مش الأشياء المادية ولكن الأشياء اللي تشدنا للأرض وأنا مع الدين بشكل عام لأنه برأي الدين يعني وخصوصا الديانات الكبرى في العالم هي ديانات يعني نابع من إله واحد لا أنا هختلف معك في ده ولو حضرتك متابع للمرأة المسلمة هتجد إنه هناك دلائل كبرى إننا لا نتبع نفس الإله فأتمنى إننا يكون لي حوارات أخرى معاك لكن أسفل لازم أكمل الحلقة لو ليك تعليق أخير تفضل أنا بس على موضوع رابط بالدين الإسلامي والتعامل مع المرأة يعني أنا كمسلم يعني محاقب نساء مسلمات لو اتبعت أنا الدين الإسلامي وتعليم النبي محمد في معاملة المرأة لم أوجدني هذه التخرفات في العالم يعني معلش ده أنا لازم أعيد لك 500 حلقة بقى من المرأة المسلمة عشان أقول لك إنه الكلام ده لا يستقيم لا شرعا ولا حسب حياة محمد يعني يعني النهاردة إنت عندك القوامة في القانون اللي عاشت بيه السعودية 14 قرن كانت لا يمكن ترى المرأة دور لإنها تحت هذا القيم وده نابع من القرآن يعني الرجال قومون على النساء كلام جزئيا صحيح بس هو مش نابع من القرآن هو نابع من سياسة الدولة والدليل إنهم هم يعني غيروا بالقوانين لا هم غيروا ده حاجة وإنه القوامة شرعا مازالت موجودة موجودة ده حاجة تانية أنا بشكرك يا آدم والرب يبركك وأرجوك تتابع ويكون لنا حديث حتى خارج البرنامج أهلا بك طيب يعني على فكرة النقطة دي كويسة جدا ردا على آدم الأميرة هي لما رفعت قضية على زوجها حكموا لها بالأولاد لإنه هم قرروا إنه فعلا اللي حصل ده حدثة اختطاف وإنه وعد حاكم دبي بإنه بنته ممكن تتجوز الأمير محمد بن سلمان والكلام في الموضوع وهو عندها 12 سنة بس يقع تحت طائلة جرائم اللي عملوا لها قانون جديد في إنجلترا وأنا عملتلكم حلقة قبل كده اسمها شرطة الزواج القصري روحوا تفرجوا على دي لإنها مهمة أو يتوريكوا إنه عملوا قانون علشان يحمي البنت من إنه وليها يجوزها وهي يعني تحت السن القانوني فالغرب بيعرف يحمي البنات وبيحمي الإنسان لأن هناك قانون يحدد الإنسان إزاي عمل إنسانيا صح وقانونا صح والأميرة هيا التجأت إلى هذا القانون فحمها وحمى أولادها الكتاب المقدس بيقول إنه ليس خفي إلا ويستعلن وربنا بيعلن كل بيورينا كل الدخائل اللي بتخرب هذه المجتمعات الأميرة هيا بحلها الأميرة بنت الملك وأخت الملك كانت بتتهدد بالمسدس جوه بيتها وبيوعدوها إنها هتتقتل لو ما سكتتش عن موضوع لطيفة ولو ما سكتتش عن الكلام ضد اللي عايزه زوجها لحد ما ربنا أنقذها وهربت لكن كتير ما بيقدروش يهربوا فين دور المجتمع الإماراتي ودور العرب عموما في هذا الأمر دي مش مسائل عائلية ولكنها جرائم إنسانية وجرائم دولية خلينا عايز أوريكم أنه أنتو بس يعني إحنا بنشوف المواضيع الكبيرة لكن شوفوا الفيديو اللي جاي ده للشيخة ميثاء المكتوم أيضا هي مش بنت الشيخ بن راشد ولكنها بنت أحد أفراد العيلة وأيضا هي كانت عايزة تهرب وبعتت لديف ديف علشان تقولهم لو مهربتش أعرفوا أن أنا جرالي حاجة وإلى الآن محدش عارف هي فين نشوف نشوف الفيديو لماذا؟ هي بتقول لأنا بفكر أن أنا أمشي النهاردة لأنه أنا تعبت من ضغط أسرتي من ضغط الحياة التي أعيشها هنا هي هي الشيخة لا تصدر من رولة شيخ محمد أصدر أصدر من ضغط العائل الملكة هو بيقول إن هي جذء من العيلة الملكة هو ده نفس المحامي اللي لطيفة بعثت له وإلآن ما عرفوش البنت ديفيو ديفيو يقول أن ديفيو ميتا الساعة بيد فائل وإن لقد محاول مع لطيفة 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 في ناس كتير حاولوا يساعدوها إنها تخرج وفعلا ديفيو تتكلم معهم وبيقولوا دلوقتي إنهم معرفوش عنها حاجة واختفت أكيد هي نفس المصير اللي بتواجه لطيفة غالبا مش هيحطوهم مع بعض لأنهم بيعملوا يعزلوهم يعزلوا الإنسان لحد ما يكسروا لطيفة قالت كتير هما بيحاولوا يكسروني لكن أنا حافظة القوية إحنا بنصلي إنك تفضلي قوية أوكي الرجالة في العالم العربي بيتصرفوا في حياتهم زي ما هم عايزين يسافروا يغيروا شغلي يغيروا سكن يتجوزوا يتطلقوا لكن إلا في يعني عالمنا إحنا داخل تحت سيطرة الولي على البنت هي ما تقدرش تعمل كده قد إيه في ستات وبنات أحياء النهاردة في وسط أو تحت السطار هذه مسائل عائلية وهم أحياء ولكنهم في الحقيقة زي الميتين لكل من يظن إنه قوانين الولاية دي كانت في السعودية بس زي ما زي ما الأخ آدم بيقول وإنه هم دلوقتي يغيروها وكلام ده كله لا دي مزالت برضو موجودة في السعودية لأنه أنت تغير القانون العام لكن البنية التحتية لسه متغيرتش في قلوب وأفكار الناس لأنه ده شرع لكنها موجودة في العالم الإسلامي وبمعايير مختلفة ومزروعة في وجدان المسلمين ووجدان الراجل بالذات وشكل الأسرة في العالم الإسلامي عموما في واحدة تانية برضو من نفس العيلة اسمها زينب آه I think جابلدي or something like that هي لعبة آه جنباز آه 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 اتجوزت ابن أخو حاكم دبي اسمه سعيد ابن راشد آه وقادي آه آه زينب الشيخة زينب وبناتها الثلاثة ظهر فيديو لها آه بعد ما قررت في 2015 إنها تتطلق منه وراحت قعدت مع أبوها وأمها في فيلا لإنها ما تقدرش تخرج من البلد منع عنها الأكل والشرب والمية وكل حاجة جوعوها هما هي وعيالها وبعدين بعثوا البوليس حبثوا أهلها خطفوا البنات ومحدش يعرف فين زينب لحد دلوقتي محدش يعرف عنها حاجة أين الميديا العالمية أو العربية يتكلموا في الموضوع ده أنا بشكر ربنا إنه لطيفة قدرت إنها تطلع بعض القصص دي اللي دور يلاقي لكن من يهتم بتغيير حياة هؤلاء البشر الستة دي عملت فيديو لايف وهما بيختفوا بناتها وكان الحقيقة ممكن أحطه لكن ما قدرتش حاجة تقطع القلب في عامل مشترك لازم يشيلوا يعني يكسروا نفسيتهم يشيلوا منهم أساسيات الحياة ولوازم الحياة العادية البسيطة لحد ما يداش لشوهم خالص علشان يبقى الولي يبين سيطارته ويقمعها ويخرسها وتعيش وترضى وتسكت حتى لو إنها عايشة ميتة بالحياة في فيديو تاني الحقيقة لأنه الوقت يعني يقرب جدا أنا حابة إن أنا أقول إنه الفكرة العامة مش علشان ده حاكم بلد وعيلته ناس أغنية فبيعملوا كده في ستاتهم الفكرة العامة والمفهوم العام عن الست ده هتلاقيه من الملك للوزير للغفير للشيخ سمعنا من شهر والتنين قصة مروة عشور السيدة مروة عشور اللي هي زوجة عبد الرحمن يوسف القرداوي وقالت لنا قد إيه إنها عايشة حياة مهددة بلا عناية ولا ساعات ما بيبقاش عندهم لأكل ولا شرب والبنات ما بيروحوش المدارس والكلام ده كله لأنها طلبة الطلاق من ابن يوسف القرداوي فحتى الشيخ وعيلة الشيخ لم تحترم ولم تستطيع إنها تحل مشاكل المرأة لأنه الناتج اللي وصل في يعني لحياة الست دي من زوجها كان منتهى الألم والأسى نشوف الفيديو ده الأولاني مع الأستاذ عمر قديم مدام مروى عشور وهي زوجة عبد الرحمن يوسف القرداوي اللي هو ابن الشيخ يوسف القرداوي بشكل مختصر الأول نعرف إيه الحكاية إيه مشكلتك مشكلتي إن أنا يعني أنا متجوزة بقلي 12 سنة الحقيقة من ساعت ما متجوزت وأنا بعاني من مشاكل كتير قوي عايشة مع شخص غامض بدأت أكتشف إن فيه علاقات نسائية كتير قوي وزي برضو زي أي واحدة ما كنتش أحب إن مشاكل بيتي توصل للميديا أو توصل لإن كل الناس أعرف ها ما كنتش أحب أوصل للمرحلة دي خالص بس حاولت بكل طرق إن أنا أتكلم مع أهله شوف سيطارة الأسرة الإسلامية شكلها إيه نحط الفيديو اللي بعد إنما أنت مشكلتك إنك عايزة تغذي عيالك معاك يعني أنا دلوقتي معايا الحضانة بتاعة البنات يعني المحكمة حكمت إن أنا معايا الحضانة لحد ما القضية تخرص القضية لسه ما خلصتش وبعدين القضية نفسها لحد دلوقتي ما ما خضرتش جلسة واحدة فأنا معرفش هل يعرف حد في المحكمة مثلا ولا حيجة ولا إيه مش قادرة أفهم ليه لحد دلوقتي إحنا ما حضرتش ولا جلسة يعني واضح جدا إنه الراجل اللي يعرف يحط أساميكو عند ظابط الجوازات ده واصل يعني وبعدين ده مواطن مصري فإنه يعمل ده في تركيا يعني محنا فيه مين واصل ليه ده حما يعني هما بيعتبروه في تركيا أو أبوه هما بيعتبروه في تركيا إمام مذهب السنة في العالم العربي فوارد جدا إنه في تركيا طبعا بيعمله يعني خاطر للراجل ده اللي يام قال أصايد في أردوغان يعني شايفين المركز فين مش حياة البنت دي ولا الست دي ولا التلت بنات اللي معاها المركز في مين صاحب السلطة في وسط العيلة اسم مين اللي لازم يتحمي في وسط العيلة شكل مين اللي لازم يبقى كذا سواء كان من السلطة سلطة حاكم في دولة ولا سلطة شيخ الإسلام يوسف القرداوي وابنه الحقيقة إنه يعني كان في حتة إنها بتتكلم على إنه الأستاذ ده قرقوش يعني حاكم اللي بيقوله يعمله وما فيش نقاش ما بيتكلمش مع حد سمعت له مكلمة فيه سلسلة من الفيديوهات هي حطاها لكن فيه مكلمة بينه وبين مربية البنات بتقوله إنت مش قلت إن انت هتبعد لنا هتبعد لي مرتبي وإنك هتعملني زي بنتك وإنت دوقتي مانع عني المرتب وحرام عليك البنات هيتبهدلوا يعني البنات ما عندهم فلوس يكلوا مش عارفين يروحوا المدارس فرد عليها وأنا أسفل إن أنا هقول يعني اللفظ اللي هو قاله أنا أسفل بمنتهى الهدوء قال لها كده ما هو بصي مش قادرة مش قادرة أقولها المرأة بس قالها بالبلة دي المرأة الناشس دي لازم تتعلم وهيكون في ضحايا لازم تتعلم ده بيتي وهيمشي زي ما أنا عايز وابتدى بقى يضيف كلام يقولك إنه غير متناصق أبدا مع فكرة إنك عندك بنات جعنين وعايزين يروحوا مدرسة وملهمش زنب في خلفتك مع امراتك لكن هي الأسر اللي بيلموا بقى يعني يحاولوا يداروا على مشاكلهم ومع ذلك يقمعوا الست علشان يكسروا في عامل مشترك هنا ما فيش حد بيعتني بالمرأة المكسورة راحت للشيخ القراداوي واشتكت له من ابنه واجتمعت العيلة وبعدين سوموها على إنها تسيب بناتها عشان يطلقها فرفضت فقال لها امديني على شيك على بياض مش عارفة بكم مليون فرفضت المركز هو في المسائل العائلية دي هو حماية مركز البيت الراجل أين كان سمعة الراجل أين كانت مهموش هو بيعمل ايه في الست او البنت اللي بتعاني تحت ايده نحطها مع بعض المسألة هو في يعني أولا أنا يعني بشكر الأستاذ عمر قديب ونشكر ربنا على سلامته من الحادث اللي هو فيه بنصلي إنه ربنا يشفيه بالكامل بشكره إنه أعطى صوت للست دي ما شفتش حد تاني من الإعلاميين استضافها يعني مش مهمة أوي يعني موضوع مش مهمة أوي أصلي يوسف القراداوي وابنه خلاص بقى يعني هم عايشين برة وحكايتهم خوصت وتفضحوا قريدي ما فيش فضايح تاني هيعملوها لكن الحقيقة الفضيحة الحقيقية إن إحنا ما نهتمش بالست دي اللي بتقول رجعوني بلدي عايزة أرجع بلدي ربي بناتي حقي أنا مش هاخد الفيديو الأخير أنا كنت حطى لكم يعني فيديو تاني بتكلم فيه عن طيب خلاص شغل الفيديو ده نوع آخر من الستات اللي ما حدش بينزر لها هاي عمر الشيخ إبراهيم اللي بتعرفوه مرات إعلامي أنا مرتوح سوري يمكن مش معروف قوي بالنسبة لنا لكن صبحت الصبحية أنا حامل هاد اللي بيعملكون مثال الأخلاق ومثال شرف هاد زهر سكرت الباب فمصر اللي بيكده خرشم والشهة حامل ده نقول يعني ستة الحامل يعني الراجل يبقى حنينة عليها شوية لكن دي طبيعة اللي بيحصل جوه العيلة يعيش فيها الراجل كالمسيطر والمقرر وقرأوش والحاكم ادي الاستاذ عمر الشيخ اعتقد الاعلامي اعتقد اسمه عمرش الشيخ هاشم او حاجة زي كده قصته معروفة دلوقتي واستقال لانه تفضح هو اسمه عمر الشيخ ابراهيم انا اسفة عمر الشيخ ابراهيم هو اعلامي سوري استقال لانه تفضح لكن في التويتات اللي بيقولها برضو بيقولهم دي مسائل عائلية ما تدخلوش انتو كبرتوها انتو كبرتوها لانك اضطريت انك تستقي قدام الناس مش لان امراتك متبهدلة بالشكل ده ودي حامل في الطفل التاني بس قفلت الباب بصوت عالي والبي بيرتاح لما تفضح لانه يعني مالوش سلطة قوي اهو اخد جزاؤه وبعدين الناس هتنسى ويرجع تاني مفيش تغيير في القلب الحقيقي من كذا شهر ظهرت قصة يعني عن جثة لقوها لبنت فلسطينية كانت مفقودة من عشر سنين ما حدش يعرف عنها حاجة حد اشترى البيت فلقى الجثة فطلعت الجثة بتاعت بنت الراجل اللي كان صاحب البيت بنت الحقيقة ما كانتش بنت هي اتجوزت واتطلقت ورجعت بيت ابوها فابوها قتلها ورمها في البير عندها ابنة عنده 11 سنة محدش من الاسرة ولا العيلة ولا المجتمع ولا البوليس ولا اي حد عرف ان البنت دي اختفت انتو فين من انكم تسألوا على الناس اللي محتاجة مساعدة الامر ده محتاج تغيير قلب في المجتمع الامر ده محتاج انه احنا ننظر الى من حولنا ولا ننسى المحتاجين ان احنا نسأل عليهم وانه مسألة دي مسألة عائلية دي تنتهي لما تكون شايف واحدة هتروح مش هترجع زي البنت اللي لقوها في البير وزي الشيخة لطيفة اين الشعب الاماراتي اللي يقوله طلع بنتك مفيش اب يعمل كده الله الحقيقي بيبصلنا كابناء ويقولنا ان عايزة ديكم حياة وعايزة ديكم اختيار وعايزة ديكم افضل انت كأب اردي ربنا بركك بكل البركات دي لانه شكلك اهم فانت عايز مهمكش انك تمحي بنتك انت لست أب والمسألة مش مسألة عائلية ولكنها مسألة انسانية وصلي ان الله يغير قلوبنا ويعطي حياة لكل امرأة محبوسة مسجونة مقهورة محتاجة رحمة الله الى اللقاء اشتركوا في القناة